تفيد التقارير الطبية أن معظم الأطفال ذوي الحاجات الخاصة يتلقون تعليمهم في المنزل لذلك يحتاج الطفل إلى تعزيز ثقته بنفسه وتقول دراسة حديثة أن الألعاب المنزلية وسيلة ممتازة لتلبية حاجات الأطفال البدنية والمتطلبات الأكاديمية لتعليمهم إضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتعتبر البطاقات فعالة إذا كان الطفل يعاني صعوبات في تحديد الأصوات حيث يرسم على البطاقة صورة ويكتب الحرف الأول منها وبحسب دراسات الجمعية الأمريكية لعلم النفس فإن ألعاب الفيديو والأنشطة القائمة على التكنولوجيا بشكل عام تساعد الأطفال بشكل فعال وكما تؤكد الدراسة أيضا على أن الألعاب المنزلية البسيطة مثل عد سلالم الدرج وتعلم الأرقام هو نشاط عقلي مفيد للأطفال ذوي الحاجات الخاصة ورحب بالدكتور التي تنضام إلينا في الستوديو الخبيرة التربوية دكتور راهبة شركة سأهلا بك معنا في سكاينيوز عربية دكتور أولا كما شاهدنا في هذه الدراسة الألعاب المنزلية تعزز ثقة الأطفال ذوي الحاجات الخاصة كيف نستطيع أن نفسر هذا الموضوع؟ هي الألعاب لكل الأطفال بشكل عام مفيدة وهي وسيلة التعلم الأولى لكل الأطفال بشكل عام بس أطفال الاحتياجات الخاصة بيكون الألعاب تعزز المهارات الأساسية البسيطة لديهم بشكل خاص يعني بعض الألعاب البسيطة ممكن يلعبها الطفل ممكن يتعلم من خلالها الألوان ممكن يتعلم من خلالها الأشكال ممكن يزود مهاراته يعني بعض الألعاب البسيطة بتقوي الأنامل بتاعت اليد بتخلي الطفل يقدر يتحكم في أجزاء جسمه بشكل جيد من خلال الألعاب المنزلية وفيه ألعاب كتير مخصصة للأطفال زوية الاحتياجات الخاصة حسب الإعاقة أو حسب نوع المشكلة الموجودة عنده بتبدأ نعمل لهم ألعاب منزلية خاصة تساعدهم وتساعد الأهل أنهم يعززوا نقاط الضعفة عندهم في هذه الحالة من يحدد هذه الألعاب التي يحتاجها؟ المختصين يعني هو جميل أن الأهالي بتحاول أن هي تعزز أطفالها لكن هو برضو الأفضل أنه يلجأ لمختص وأنه يحدد يعني ممكن الأسرة تقوم بممارسة الألعاب وممارسة التدريب وبتعليم الأطفال زوية الاحتياجات الخاصة لكن ده لا يمنع أنهم يتواصلوا مع المختصين لتحديد احتياجات الأطفال دول إيه نوع الاحتياجات للطفل ده محتاجها؟ إيه شكل الألعاب اللي هو محتاجها؟ إيه الألعاب اللي هتفيدوا فعلاً وتنميه؟ إنه يحدد فيه نقاط القوة عند الطفل لأن كتير من الأهالي بس بتركز على تقوية نقاط الضعفة لكن نقاط القوة عند الأطفال دي هي المفتاح اللي احنا فعلاً بندخل منه لشخصيات الأطفال زوية الاحتياجات الخاصة بشكل خاص ونقدر أن احنا من خلالها نعزز نقاط الضعفة عند الطفل ونقدر أن احنا نكسبه المهارات الحياتية المختلفة نعم دكتوري أنا عادة ما يتم التركيز على إدماج الأطفال في محيطهم لماذا اليوم تذهب هذه الدراسة إلى بناء شخصياتهم المستقلة والتركيز عليها يعني وكأنها جانب خاص هو التوازن ما بين أن الطفل يكون بيعتمد على نفسه أن هو يندمج مع المجتمع من حوله هو ده فعلاً اللي نقدر نقول نقطة النجاح الأساسية لكن إن احنا نعزز اندماج الطفل ويفضل معتمد دايماً على حد من حوله ده دايماً بيكون برضو لسه ما وصلناش فعلاً للنجاح لكن النجاح إن احنا نشوف الطفل ده يقدر يعتمد على نفسه لأي مدى لأنه مشارط إنه يعتمد على نفسه بنسبة 100% لكن احنا بنقيس الطفل ده قدراته ومهاراته ممكن ننميها ونتورها لدرجة إنه يقدر يعتمد على نفسه في إيه ويحتاج لمساعدة في إيه فممكن الطفل يكون بيقدر يطلع لوحده ممكن يبلبس نفسه ممكن بيأكل نفسه ممكن مثلاً بيمسك الألم بنفسه بيحل بعض المهارات بنفسه على حسب هو الطفل لدرجة الإعاقة عنده وصل الغايد فيه ممكن يكون في بعض المهارات الأخرى بيحتاج لدعب فبتختلف من طفل للطفل فهو الموازنة ما بين طفل ده نقدر نوصله لأي درجة من الاعتماد على النفسه إيه المهارات أو إيه الأنشطة الحياتية اللي هو محتاج فيها لدعب إن احنا نوصل للموازنة دي وإن احنا نقدر فعلاً نحدد الواقع بما يناسب واقع الطفل نقدر نحدد هو محتاج لإيه من قدمه له واللي يقدر إن احنا نطوره فيه من طوره هو ده يعتبر النجاح مع زاوي الاحتياجات الخاصة تب دكتور نسبة النجاح هنا إلى أي مدى تصل يعني ممارسة هذه الألعاب والتفاعل مع الأطفال بتعتمد على درجة الإعاقة وتعتمد على وعي الأهل أنا يعني بعتقد أن وعي الأهل هو العامل الأساسي في نجاح أي علاج لزاوي الاحتياجات الخاصة خصوصاً لو استخدمنا اسلوب تعزيز الثقة بالنفس عن طريق الألعاب أو تعلم المهارات الحياتية عن طريق الألعاب فالمفتاح الأساسي عندنا هنا للنجاح هو وعي أولياء الأمور وعي الأهل المرافقين للطفل هو وعيهم بحالته بإمكانياته بقدراته إيمانهم به وقبولهم له وطولة بالهم وصبرهم وستخدمهم للإمكانيات المتاحة في المجتمع اللي بتدعمهم يعني هو ده اللي بيحدد نجاح هذه الأشياء واختيار طبعاً ما يناسب هذا الطفل لأن برضو في مشكلة بتقابلنا في زاوي الأعاق أن بعض الأهالي بيتعلموا من بعض يعني مثلاً هي جربت الحاجة الفلنية مع إبناء والإيطة المنسبة ولكن الحالات يكون نفسها عند الجميل وهي الحالات مختلفة متبينة بشكل كبير جداً يعني ممكن طفل يكون النطقة عنده أفضل مثلاً وطفل تاني يكون الحركة عنده هي الأفضل فهي بالنسبة للإحتياجات الخاصة هو محتاج دراسة فردية أن كل حالة الدرس بشكل فردي ونحط لها خطة علاجية واقعية وفعلاً الأهالي يساعدون في تنفيذ هذه الخطة ده بيخليهم أفضل وأكثر اندماجاً في المجتمع وأكثر اعتماداً على نفسهم اللي هم الميزانين اللي احنا بنوزن بيهم العلاقة كثيراً ما سمعنا دكتور عن أن هذه التقنيات الحديثة غالباً ما تضر بالطفل ولا ينصح بها لكي يصبح الطفل ربما مدمناً عليها هنا هذه الدراسة وكأنها تقول العكس هل هذا ينطبق فقط على ذوي الحاجات الخاصة؟ لا هو الفكرة إدمان الألعاب الإلكترونية طبعاً ده بيبقى بالنسبة للألعاب اللي بتبقى مش متصممة بشكل علمي وبشكل علاجي لكن بالنسبة زوي الاحتياجات الخاصة الأشياء الإلكترونية اللي بتتعملهم بتتصمم بشكل علمي وبشكل علاجي فعال فبالتالي بتساعدهم بشكل أكبر لأن هي فيها عناصر الجذب وفيها عناصر اللفت الانتباه ولفت النظر وهو ده أكتر حاجة احنا بنفتقدها بزوي الاحتياجات الخاصة إن احنا بنبقاش قادرين نجذبهم لفترات طويلة في نفس النشاط فالألعاب الإلكترونية بتساعدنا في كده خصوصاً لو كانت متصممة من قبل خبراء وكانت فعلاً بتناسب حالة هذا الطفل دكتور هنا عندما نتحدث عن الألعاب وعندما نتحدث عن لجوء الأطفال ده والاحتياجات الخاصة إلى هذا النوع من العلاج في أي عمر يجب على الأهل أن يبدأوا بتوجيه أطفالهم إلى هذا النوع من العلاجات في أي عمر ممكن نحن نبدأ من بداية اكتشافنا للأعاقة الموجودة عند الطفل المفروض أن نحدث عن الأعاقة والمفروض أن نتابع هذه الأعاقة وفي كل عمر أو كل ما الطفل بينتقل من مرحلة لمرحلة نشوف إيه اللي يناسبه في المرحلة دي إيه المهارات اللي هو فعلاً تمكن أنه يكتسبها في المرحلة السابقة وإيه المهارات اللي لسه الطفل ما اكتسبهاش وبنبني خطتنا العلاجية بناءنا على كده فمجرد أن الأهل يكتشفوا أن ابنهم عنده أي نوع من أنواع الأعاقة أو حتى الطفل غير المعاقص سليم لو اكتشفوا عنده أي سلوك غير سوي المفروض بمجرد اكتشفنا لده أن نبدأ نلجأ ودلوقتي كتير من تعديل السلوك أو من علاج المعاقين بيعتمد على اللعب لأن اللعب هو مدرسة الطفل الأولى هو المنطقة اللي بيستمتع بها الطفل فتمرير التعليم في وقت المتعة بيسهل جداً علينا الموضوع اكتشاف المواهب باللعب من خلال اللعب برضو بيسهل علينا أن احنا نكتشف المواهب يعني أن احنا نستثمر اللعب هو دلوقتي بقى توجه عالمي أن احنا إزاي نستثمر أوقات اللعب اللي هي أطول وقت بيقضيه طفل في حياته في حياته في مرحلة الطفولة بيقضيه هو بيلعب وأكتر وقت بيقى مستمتع فيه فإزاي الوقت الطويل الممتع ده نستثمره في حاجات متعددة سواء للطفل الطويل أو للطفل المعاق ده بيبقى يعني زكاء في الاستثمار نعم إذن كنت معنا الخبيرة التربوية دكتورة هبة شركة شكراً جزيلاً لك على هذه المعلومات شكراً لك